سيدة السادة الوزراء في بداية أشغال المجلس الحكومي لابد لنا من التنويه بالتأهيل التاريخي لمنتخبنا الوطني الضبري ربع نهائي لكأس العالم 2022 كأول فارق عربي ورابع بلد إفريقي لكي يوصلها للمحلة المتقدمة من المنافسة نتمنى أن تتولى انتصارة المنتخب المغربي الذي رفع عالم بلدنا عالياً وأظهر للعالم بأسره مدى الوحدة واللحمة القوية للمغاربة وراء جلالة ملك نصار الله وحافظه كما أحيي بحرارة الجمهور المغربي على الروح الوطنية والتعبئة والمساندة المعهودة فيه ونجدد الشكر باسم كل أعضاء الحكومة للتاقم التقني ولمسيري وأطر الجامعة الذين واكبوا لاعبي المنتخب ليبصموا على مصاري رائع رفع رأس المغاربة سيدات السادة الوزراء توفقنا يوم فاتح دوستنبا 2022 وإلى الحمد في تعميم التغطية الصحية وفقاً للأجندة الملكية وابتداء من هذا التاريخ صار بإمكان أربع ملايين أسر مغربية لاستفادة من مزايا التأميل الإجباري الأساسي عن المرض مع احتفاظ بمكتسبات رامد ونتابع داخل الحكومة عن كتب وبتنصيق مع الصندوق الوطني للضمال الاجتماعي التفعيل الميداني للوش الذي يمره في ظروف جيدة حيث أصبح بإمكان هذه الأسر بعدما تكفلت الدولة بآداء اشتراكاتهم لدى الصندوق الوطني للضمال الاجتماعي الاستمرار في الولوش إلى الخدمات التي يقدمها لهم المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة كما صار بإمكانهم الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم للقطاع الخاص وفق النسب والمساطر المعمول بها شأنهم شأن العاملين في القطاع العام والخاص واجتهدنا طوال هذه السنة لتصور إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية حتى تكون قادرة على مواكبة الوش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وفي ظرف وجيز وفي جو من التوافق والانسجام وبحس وطني عالي وفعالي من موسى توفقنا حكومة وبرلمانا في إخراج القانون لإطار الخاص بالمنظومة الصحية لقدمه السيد وزير الصحة وتصوط عليه البارح في البرلمان الكل مشكور مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على مضامنه وعرفت أشغال مجلس الحكومة المنعقد يعني الأسبوع المنصري تدارس الحكومة لمشاريع القواني الخمسة التطبيقية للقانون الإطار للمنظومة الصحية التي ستمكن من التنزيل الفعلي لإصلاح القطاع الصحي وفي الأخير نهنئ أنفسنا بتوالي الأوراش الكبرى للإصلاحات القطاعية التي فتحتها الحكومة هذه السنة حيث يقدم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عرضا حول المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في أفق 2030 والذي يكتسي بعدا استراتيجيا وطابعا عمليا صرفا باستناد لمخرجات جلسات الإنصارات والمشاورات الشهوية وكذا جلسات حوال حكومة مع النقابات الأكثر تمتيلية قطاعا قطاعيا